وحول دور الدولة في مواجهة الفقر قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن حجم الإنفاق الذي قامت به الدولة للخروج من متاهة الفقر بلغ أكثر من 6 تريليونات جنيه أي ما يعادل 400 مليار دولار وأكد رئيس السيسي أن عدد الشركات المتعاقدة 4500 شركة وحجم الأموال التي حصلت عليها تريليون ومئة مليار جنيها خلال السبع سنين اللي فاتوا دول حجم الإنفاق اللي تم إنفاقه عشان نحاول نخرج من متاهة الفقر اللي بنتكلم عليها أكتر من 6 تريليون أكتر من 6 تريليون جنيه يعني كم حوالي 400 مليار دولار 400 مليار دولار عايز أقول لكم على حاجة كنا لسه بنتكلم مع الشركات اللي اشتغلت خلال السبع سنين اللي فاتوا دول مع قطاع واحد مع قطاع واحد عدد الشركات 4500 والحجم الأموال اللي تقادتها أو التعاقدات كانت بتريليون ومئة مليار تريليون ومئة مليار أنا بقول الكلام ده لكم هنا وإحنا بنتكلم على الجائحة وقصارها السلبية على العالم كله كان العالم بيحتفل قبل الجائحة بأنه هو خرج مليار من الفقر والجائحة جدت كان الهدف كله دلوقت أن احنا نحافظ على أن المليار اللي خرجوا من الفقر نقدر نحافظ عليهم ما يرجعوش تاني ترجمة نانسي قنقر